أهلا بكم قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم إن روسيا نشرت مقاتلات في ليبيا من أجل دعم مسلحي شركة فاغنر الأمر الذي نفته موسكو لاحقا واتهمت أفريكوم في بيان روسيا بمحاولة قلب موازين القوى لصالحها في ليبيا إلى ذلك قال قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا إنه إذا استولت روسيا على قاعدة على الساحل الليبي فإن الخطوة التالية ستكون نشر قوات دائمة في إفريقيا من ناحيتها أعلنت موسكو تأييدها وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا تعقبه محادثات سياسية لتشكيل حكومة موحدة ميدانيا واصلت قوات حكومة الوفاق الليبيا تمشيط مواقع كانت تتمركز فيها قوات حفتر بمحيط العاصمة طرابلس وتزامن ذلك مع انسحاب مقاتلين ينتمون إلى شركة فاغنر الروسية من ترهونة إلى بني وليد يوثق مقاتل في قوات حكومة الوفاق تمشيط مواقع كانت تتمركز فيها قوات حفتر قبل أن يفاجئه لغم أرضي ولحسن حظه امتصى محرك عرباته الانفجار هذا المختصان في التعامل مع الغام كان أقل حظا حيث قتل الأول وجرح الثاني خلال تفكيك لغم أرضي بعد دقائق معدودات من تصوير هذا الفيديو زرعت قوات حفتر الموت ألغاما في معظم الطرق والشوارع جنوب طرابلس قبل انسحابها تزامن ذلك مع انسحاب مرتزقة شركة فاغنر من ترهونة إلى بني وليد حكومة الوفاق رصدت جسرا جويا من 15 طائرة هبطت ببطار بني وليد لإجلاء هؤلاء معلنة أنها لن تستهدف أي آليات ومعدات تنسحب من مثلث ترهونة بني وليد نسمة نحو الجنوب إذا تم ذلك خلال 48 ساعة لكن مع استمرار قوات حفتر بالتزود بالسلاح نمطار بني وليد تمت ترجيحات باعتزام قوات حكومة الوفاق وإثر انتهاء هذه المهلة شن هجوم حاسم على ترهونة تحول المشهد العسكري رافقه كذلك مواقف سياسية لافتة تجه طرفي القتال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلانت تحدث عن قوى في ليبيا تسعى بالوسائل العسكرية أو بالإرهاب لفرض نظام سياسي جديد وأن الولايات المتحدة فخورة بالشراكة مع حكومة الوفاق موقف أمريكي شديد الوضوح لجهة دعم حكومة الوفاق موقف يفسر ليبيا على أنه إعلان أولي لانتصال الحكومة الشرعية في هذه الحرب وأن الحسم النهائي مسألة وقت وينظم إلينا من طرابل السامي الأطرش رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوار السابع عشر من فبراير وأستاذ القانون الدولي والناشط السياسي مرحبا بك هل يمكن أن نقول هذا المساء أن الولايات المتحدة الأمريكية استلمت بالفعل الملفة الليبي هناك هذا الموقف الروسي المحتشم المناور الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار وينفي تدخل مرتزقة روس في هذا الصراع المحتدم نعم أولا المساء الخير وتحية لحضرتك وللعاملين في ذاعتكم ونهنئكم بعيد الفطر المبارك الحقيقة بالرجوع للأحداث في ليبيا يلاحظ أن منذ بداية الاعتداءات في 2014 من قبل الطغمة العسكرية كان هناك دفاع مستميد الحقيقة سواء من الدولة الفرنسية أو الروسية هذا على صعيد الدول الكبرى وكان هذا يعني دينايل أو نوع من النكران ولكن كان في كل مرحلة من المراحل تظهر الحقيقة جالية وواضحة رغم أن هذه الحكومات تبعد نفسها الحقيقة على التدخل سواء بالجنود على الأرض أو رجال الاستخبارات أقصد أو بالمعدات والعتاد المتطور والتكنولوجيا ولكن سبحان الله كلما يطل المعركة كلما تظهر الحقيقة التورط الواضح والصريح يعني لو أخذنا موقف روسيا التي كانت باستمرار تتنكر الحقيقة لعلاقتها بمواطنها الروس من الفاغنر الآن بدأت الحقيقة هذه الأساطير الجوية التي تنتقل إلى ليبيا إلى بني وليد لتأخذ هؤلاء المواطنين الروس تؤكد أن بالفعل روسيا هي متورطة عسكريا ولكن ما استطاعت أن تحاول أن تقنع به الرأي العام في ليبيا أو على المستوى العالم الثالث لم تستطيع بالتأكيد أن تخفي على الأفريكم والولايات المتحدة الرقابة الحقيقية حتى في أدق الجزيات بما فيها حضور الطائرات العسكرية الروسية الخمسة عشر التي أجلت مرتزقة فاغنر من ليبيا هل هذا مؤشر على انسحاب روسي؟ أم مثل ما يفهمه البعض من أن حفتر يتلقى الآن دعما هذا الحضور الجوية الروسية الذي سيمكنه من القيام بهجمات جوية لاحقا؟ نعم وبالتأكيد سيكون الرأي الثاني هو أن روسيا بدأت تدعم عسكريا الحقيقة بشكل أكثر وضوح من أي وقت مضى وليس عملية خبراء وأشخاص محدودين ومحصورين في قواعد عسكرية هي تدفع الآن بمقاتلات نفاثة إلى العسكر للاستمرار في عدوانهم الحقيقة على المدنيين في ليبيا وفي غرب ليبيا بالتحديد إذن روسيا الآن أصبحت متورطة والأفريكم الحقيقة أعلنت بصريح العبارة على وجود الآن قوات عسكرية في شكل طائرات مقاتلة وطائرات ناقلة لجنود وهكذا وبالتالي هذه الطائرات هي تنقل أيضا العدة والعتاد كما هي تنقل أيضا الأفراد إذن روسيا الآن متورطة بشكل أكثر من أي وقت مضى الورقة الوحيدة التي تحاول روسيا أن توظفها أنها تسعى للبحث على حل سلمي والتفاوض وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا بالنسبة لي ثورة 17 فبراير لا تقبل الحقيقة التفاوض مع أي من الأسام القائمة بالعودة إلى الموقف الأمريكي الذي يشير إلى التدخل الروسي هذا يعني في نظر المراقبين أن الصف الذي يقع داعما لحفتر لن يكون منسجما في المستقبل لن تكون روسيا على نفس الخط مع فرنسا مع الإمارات في دعم حفتر نعم هذا استنتاج حقيقي وسليم ومنطقي الحقيقة ويتطابق مع الواقع أن بالفعل الآن اللعبة كانت كلها عبارة عن لعبة الغموض السياسي يعني الإدعاء بدفعهم نحو احترام الشرعية وضرورة الحل الأمني أو السلمي بدلا من الحل العسكري ولكن مجريات على الأرض بعد مرور سنة وشهر أو أكثر قليلا بدأت المواقف تكون جلية وواضحة للجميع بما فيها الدول الكبرى وبالتالي الولايات المتحدة الآن هي على الطلاع كامل يعني بالتدخل الروسي وبالتالي سيبدأ الصراع مختلف تماما عما كان في السابق لأن ورقة التوت وقعت وهي أنهم يحاولون الحقيقة دفع بالأطراف نحو حل سلمي هذه السلوكيات لا تنم على هذا الطرح وإنما على توسيع عبراء الغتال ودعم الطرف الذي يؤيدونه وهو بالتأكيد نظام العسكري المحاول أنه يستولي على الديمقراطية والدولة المدنية في ليبيا سابي الأطرش رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوار السابع عشر من فبراير وأستاذ القانون الدولي والناشط السياسي شكرا جزيلا لك وبالملف الليبي ننتقل به الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي والموقف الروسي بدر الذي ما زال ينفي تدخل موسكو في الشأن الليبي هذا صحيح سنستكمل في نفس الموضوع كمال إذن تصر روسيا على نفي توروتها في الصراع الليبي المستمر منذ تسع سنوات ولكن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكم أعلنت أن روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات لدعم شركة فاغنر الخاصة وهي شركة أمنية يقول مراقبون أنها مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين ويتم الاستعانة بها لإخفاء دلوع روسيا المباشر في دعم قوات اللواء خليفة حفتر أفريكم نشرت صورا قالت أنها لمقاتلات روسية من التراز الرابع وأوضحت أنها توقفت أولا في سوريا حيث أعيد تلاؤها لتمويه أصلها الروسي قبل وصولها إلى ليبيا أفريكم أو القيادة العسكرية الأمريكية تتهمت روسيا بمحاولة قلب الميزان لصالحها في ليبيا وقالت في تغريدة نقلا عن قائدها الجنرال ستيفن تاونسند لقد سمع العالم إعلان السيد حفتر إطلاق حملة جوية وشيكة هذه مهمة سينفذها طيارون روس مرتزقة بهذه المقاتلات الروسية المحملة بالذخائر لقصف الليبيين هذه التصريحات أثارت تفاعلا كبيرا على المنصات الاجتماعية وانتقد كثيرون كثرة التدخلات الأجنبية التي طالت أو التي أطالت أمد الصراع في ليبيا يقول الباحث الأكاديمي عماد الدين بديع بالنظر إلى مدى قرب شركة فاغنر من الكريملين فإن نشر هذه المقاتلات يذكر بانتشار المرتزقة في شهر سبتمبر السابق لا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنهم مجرد تعاملات تجارية فموسكو تسعى لزيادة استثمارها العسكري في ليبيا وأيضا تقول بيكويا كوتشيك كعادتها تستمر روسيا في إشعال الحروب دون أدنى اهتمام بالعالم أجمع هناك من ألقى باللائم على موقف الولايات المتحدة من الصراع في ليبيا فمثلا محمد خيري كتب أن عدم انخيرات الولايات المتحدة في الأزمة الليبية أتاح لروسيا ولغيرها فرصة التدخل أما الصحفي مايكل تويا فيرى أن الوجود الأمريكي في ليبيا هو بالضبط سبب دمار البلاد ويشير بشير السويحلي يرى أن موقف الولايات المتحدة الأخير جاء بعدما تغيرت الموازين على الأرض لصالح حكومة الوفاء خاصة بعد سقوط قاعدة الوطية كذلك الضغوطات الكبيرة على إدارة ترامب من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب تنامي الدور الروسي في ليبيا هنعود إليك كمال لاستكمال باقي الأخبار شكرا بادر شكرا